إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ألطف بالمسلمين والمسلمات اللهم ألطف بإخواننا في كل مكان اللهم فرِّج همَّ المهمومين وأكشف الكرب عن المكروبين يا ذا الجلال والإكرام أيها الأفاضل الكرام إن من أسماء الله الحسن العزيز والعزيز هو الذي على بكبريائه وارتفع بشأنه فلا يرضى أن يكون معه إله ولا يرضى أن يُشرك به أحد قال الله سبحانه وتعالى والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه فمن عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا الغني وهذا العزيز إذا أردت أن تتقرب إليه بعمل فلا تشرك معه أحدا غيره وإلا يرد العمل على وجه العابد غير مقبول قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك وقال الله عز وجل عن عباده المؤمنين أهل الجنة حين ذكر أعمالهم في الدنيا إنما نطعمكم لوجه الله هذا ما كان يقولوه حين يعملون العمل الصالح إنما نطعمكم لوجه الله لا نرد منكم جزاء ولا شكور وكانت عائشة رضي الله عنها تفقه هذا جيدا فترسل الخادمة إلى جيرانها بطعام أو ما شابه ذلك من أنواع الصدقة وتوصي خادمتها أن أمكثي عندهم حين تعطيهم هذا وأنصتي لما يدعون الله لنا به فندعو لهم بما دعوا لنا به ويمكث الأجر عند الله حتى هذه تحرص أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق حتى على دعاء الناس لها تحرص أن ترد الدعاء بمثله ليبقى الأجر دون نقص الإخلاص الإخلاص في العمل لوجه الله عز وجل أن يكون المبتغى وجه الله المراد وجه الله الهدف رضا الله هل للناس في ذلك شيء لا مدح أو ثناء لا حين يصل العبد بمقام العبودية بين يدي ربه إلى هذه المنزلة فيستوي عنده مدح الناس وثناؤهم أو ذمهم إنما يريد وجه الله فاعلم أن الله أراد بهذا العبد خيرا حين لا يفرح بمدح ولا يحزن لذن هذا العبد أراد الله به خيرا الإخلاص لوجه الله عدو الإخلاص في العمل الرياء الشرك الأصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء والرياء هو طلب العبد وجوه الناس دون وجه الله وطلب العبد ثناء ثناء الناس دون ثناء الله قال أبو هريرة لا أحدث أنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه أحد غيري ثم أغمي عليها ثم أغمي عليها ثم أفاق وقال وقال سمعته لأحدث أنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه أحد منه غيري قال أول أول من تسعر بهم النار ثلاثة شهيد ومتصدق وقارئ للقرآن فيؤتى بالشهيد فيقال ما فعلت فيقول قاتلت فيك يا رب حتى استشهدت فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما قاتلت لكي قال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار ثم يؤتى بالمتصدق فيقال ما فعلت فيقول يا رب أنفقت فيك عن اليمين وعن الشمال فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ثم يقال له إنما تصدقت لكي يقال جواد أي كريم وقد قيل أي قد أخذت جازاءك في الدنيا وقد قيل خذوه إلى النار ثم يؤتى بقارئ القرآن فيقال ما فعلت فيقول يا رب قرأت فيك القرآن بكرة وعشيا فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما قرأت لكي يقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار الإخلاص أيها الأفاضل الكرام في العمل لوجه الله تعالى أمر عزيز كريم صعب المنال صعب أن تروض النفس عليه قال سفيان ابن عيينة أشد ما أجد نيتي تتقلب علي أريد بها وجه الله فتريد وجوه الناس أيها الأفاضل إن من أراد رضى الناس وترك رضى الله فإنما أراد رضى الأموات الفانين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملكون جنة ولا نارا ولا يملكون حسنة ولا سيئة ولا يملكون رفعة ولا حطة هؤلاء الذين يبتغي وجوههم بعمله إنما يبتغي وجه الفقير ويترك الغني ما تصنع برضى الناس يوم القيامة حين يغضب عليك الله هل ينجيك رضاهم وما يضرك غضب الناس حين تلقى الله راضيا عنك هل يهلكك غضبهم لا والذي لا إله إلا هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف اللهم دلنا عليك واهدنا إليك وعلمنا ما جهلنا إنك أنت الرحمن الرحيم أقول ما سمعتم ما استغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة من عند الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرأي يرأي الله به من يسمع أي من يسمع الناس العمل الصالح ويخبرهم بما فعل ويفرح بذلك وكأنه يريد أن يشتهر قال إبراهيم يقول الإمام ابن حجر من يسمع الله به ويشهره الله عز وجل بأعمال سيئة بين الخلائق ويفضح الله سريرتها وأعلم أن من حرص على أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى عليه أن يجتهد في إخفائه فإن من علامات أعمالهم هذا أبو بكر الصديق يتسلل في ظلمات الليل إلى امرأة عجوز كانت قد عميت في خلافته فرآه عمر وقال وقال والله لأتبعنا أبا بكر لأنظر ما يصنع فتبعه فرآه يدخل على امرأة عجوز ليس لها أحد عمياء يقم لها الدار ويطعم لها الداج ويصلح لها الطعام ثم ينصرف وهي لا تعلم به فلما رآه عمر قال أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر وهذا عمر في خلافته يسير في طرقات الناس فإذا بامرأة لها صبية يتلوّون ويتضوّرون جوعا فأقبل عليها فقال ما للصبية قالت ليس لي طعام أطعمهم إنما هي الحصى أقلّبها في هذا القدر حتى يناموا فقال لها أصبر حتى آتك فانطلق فقال لمولاه أسلم يحمل على كتفي الدقيق والزيت واللحم وما استطاع ظهره أن يحمل من الطعام وانطلق به إلى تلك العجوز أو إلى تلك المرأة فأشعل النار ووضع القدر على النار وكان يصلح النار بأن ينفخ فيها والدخان يتخلّل لحيته وهي تقول رحيمك الله جزاك الله خيرا والله لأنت أحق بالخلافة من عمر والله لأنت أحق بالخلافة من عمر فيلتفت إليها ويقول قولي خيرا يمرأة قولي خيرا يمرأة فإذا أصبحت فالحق بعمر يكتب لكم شيئا ولما أصبحت وإذا بالذي كان ينفخ النار هو عمر ابن الخطاب خليفة المسلمين ما كان يريد رياءا ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء الجزاء عند الله أيها الناس الجنة عند الله أيها الناس الناس سوانا من حولنا ونحن معهم فقراء ضعفاء لا نملك شيئا فلا تفرح بمدحهم ولا تحزن لذنمهم واقصد ربك بالعمل فإذا ثبتت أقدامك على مقام العبودية علت نفسك وارتفعت همتك فما عاد يهمك مدح أحد وتناؤه ولا يحزنك ذنم أحد أو قولة السوء فيك إن كان الله راضيا فما يضرك الناس أسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يجعلني وإياكم من المخلصين من القانتين والمخبتين ومن عباده الصالحين المتقين اللهم لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاك لا إله إلا أنت أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء لا حول ولا قوة إلا بك لا ملجأ لنا ولا من جاء منك إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الرأحمين نقي قلوبنا وطهر صدورنا من الشرك والرياء وطلب السمعة والثناء واجعلنا يا رب من عبادك المخبتين من عبادك الخاضعين الخاشعين يا حي يا قيوم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم الطف بإخواننا في ليبيا والطف بإخواننا في المغرب والطف بإخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم من مات منهم في هذا الردم والزلازل والأعاصير اللهم اكتب له شهادة عندك يا أرحم الراحمين وصبر ذويهم وأقاربهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا واحد يا أحد اشفي مصابهم ومرضاهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ لنا رئيس دولتنا وحاكمنا الشيخ محمد بن زايد اللهم كله معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا وسائر إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ووالدنا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي اللهم بارك له في عمره وبارك له في عمله وارحم والديه وارحم نجليه واجعل مأواهم ألفر دوس الأعلى يا حي يا قيوم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين